هداية بالملف السوري فقد كشف تقرير عدته مرضمة العفو الدولية بعنوان المسلخ البشري ما سمتها حملة مروعة يقوم بها النظام السوري نفذ خلالها عمليات شنق جماعية وإبادة ممنهجة في سجن سدنايا بريف دمشق منذ اندلاع الثورة السورية ويقول والتقرير أن نحو 13 ألف شخص غالبيته من المدنيين المعارضين أعدموا شنقا خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2015 لكن السوريين لا بواكي لهم ليسوا ألفا أو ألفين بل 13 ألف معتقل أعدموا بدم بارد في سجن سدنايا منذ عام 2011 و17 ألفا آخرون ماتوا جراء التعذيب وسوء المعاملة تقرير مرعب لمنظمة العفو الدولية عن السجن الواقع على بعد 30 كيلو متر فقط عن العاصمة السورية يوثق لأهوال لم يتخيل أحد أنها تحدث في القرن الواحد والعشرين يكشف تقرير منظمة العفو الدولية عن حملات ممنهجة من القتل خارج إطار القانون بشكل الجنق الجماعي كل الجمعة وعادة بيصير هاشي بتم هاشي نهار تنين ونهار أربعة بين عشرين وخمسين شخص بيتخذوا من زنزاناتهم بيخذوهم لغرفة غير بنية بقلب سيدنايا وهونيك بتم شنؤن خمسون شخصا يعلقون في المشانق أسبوعيا ومن لا تكفي أوزانهم لكسر رقابهم يشدهم السجانون من أسفل وآخرون يموتون اختناقا من قلة الغذاء ومن التعذيب جريمة مستمرة ضد الإنسانية بحسب منظمة العفو الدولية أنه تحس المعركة يعني الضرب كل زنزانة يقتل يا رئيس الزنزانة يعمل تلعاتين يقتلون يعني بتسمع أصوات قلبك بينزل القرط من كترة الضرب بس أنت دخل عليك هيك ترجف طبعا تلقائيا ما بيدك يعني أما من ينتظرون مصيرهم المحتوم من معتقلين حاليين في السجن فيقبعون القرفصاء في صمت في زنازين خالية من التهوية ممنوع عليهم فيها الكلام وجدرانها ملطخة بالدماء وملتصقة بها قشور الجرب وعلى الأرض مخلفات آدمية مختلطة بدم وقيح وصديد وما لم يكشف بعد قد يكون أعظم